مرحبتين بيكم مشاهدينا مرة تانية في ليالينا مرحبتين بيك علاء نعيشك بقلاوة منينا صحتي معي جلبك نمشو تفضل تفضل كمل مكلتك نمشو مشاهدينا الكرام لفقرة نيكست اورست فقرة نيكست اورست رح نعرض عليك مجموعة صور لإعلاميين وحضرتك رح تقول لي مني أكتر واحد فيهم يقدر يقدر يقدم عندي ما نقول لك لو المديع تقول لي هذا تقول رست لو تعرف أنه مش هيقدم تقول لي نيكست اوكي يلا نبدو أول صورة الاعلامي عبدالرزاق الشابي نيكست اورست رست علاش رست علاش رست لين اخو كل لا لا مختص في البرامج الاجتماعية وقدر على تقديم نوعية البرامج هذه طب قدم فيها المسامح كريم المسامح كريم ريسك هو نسخة ما هو نسخة من عندي ما نقول لك وبالمناسبة أنا بدي تهرروا المسامح كريم سنة 2008 تركت على عبدالرزاق بعدين عبدالرزاق جاء القناة التاسعة أخذها عندي ما نقول لك غادر عبدالرزاق رجعت أنا لعندي ما نقول لك يعطيه بالتناوب ما نوجه له تحية أكيد ربي يحضر اللي بعده اللي بعده الاعلامي عمرو قديب نيكست اورست آي هاي رست رست بإلوب المصري شنح يكون اسمه عندي ما نقول لك عاوزة قل لك قل لي حاجة أقول لك أقول لك حاجة عوز أقول لك عوز أقول لك عندي مقول هذا هو بالأساس عمرو ماهوش ما عندوش اختصاص مقدب البرامج العادي الرجل عنده ذو ثقافة واسعة ومقتدر في دارة الحوار تعرف الأصدقاء المصريين يتمتعوا برصيد لغوي وبرصيد معنتها الثقافي متميز يعني يعجبوني المرشتين المصريين يعتبروا نموذج في التقديم التلفزيون بس في السنوات الأخيرة عمرو أديب بدي محصور في البرامج السياسية أو في الهوارات السياسية لأنه ما يمتلكش مثلا مستحيل مثلا ما تنجمش تراه عمرو أديب أنا شخصيا الره في منوعة تلفزية فيها غناء وفيها كذا وكذا وكذا لأه برامج تطلق شاوه عنده برامج اسم الحكاية عمل أنا يعجبني في برامج في البرامج اللي تطلب مهارات المنشط الواحد في برنامج هو محور البرنامج أنا يعجبني هيكيك اللي بعده اللي بعده جمال دبوس لا ناكس ما عندوش علاقة بي لا لا اللي بعده الممثل هو الناجم لطفي لعبداللي ناكس لا بخلق لطفي بيش تكون بيش يكون والمانشو مضحك جدا ناكس لطفي ولو عنده في عبداللي شو تايم أما في عندي ما نقول لك بيش تكون بيش يكون بطل المسرحية اللي جي يتقي يطلع يضعك اللي بعده الاعلامي سمير الوافي الناكس لا صديقي سمير لا لا سمير في الطولك شو سياسي كان يقدم في الصراحة راحة هو اي في الطولك شو سياسي لا سمير في عندي ما نقول لك لا من نجم مستحيل لا مرهاش مرهاش علاش لا لأنه في عندي ما نقول لك تطلب تطلب فهم آخر للتليفزيون بصراحة شوف فيه لأنه هو حصر روحة في نوعية تانية من الوقت لا 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 سميري نجم لا هاوك عمل الصراحة راحة برامج طولك ما مش اجتمعين نجح شوفي صراحة راحة طبعا طبعا كان من البرامج الناشحة وحط على البرامج السياسية من أنجح البرامج السياسية في تونس هاوك عمل فعل سمير روافي بصدق نمشو اللي بعده الاعلامي نوفل الورثاني نوفل في البرامج في عندي ما نقول لك ناكس لا راوك نقول كنقول ناكس نقول لا مش راو تقليل من قيمة أصدقائي المناشتين أبدا في نوعية البرامج لا أبدا علاش باهي نوفل لا نوفل في برامج الطولك شو في البرامج الفنية البرامج الثقافية باقتدار البرامج الاجتماعية لا ما نصورش راو كل حد واختصاصه كل حد واختصاصه باي اللي بعده اللي بعده المعلق الجزائري حفيظ الدراجي حفيظي ممكن هذا حفيظ الدراجي ولو اختصاصه رياضة وانا يعجبني في تعليقه الرياضي وفي حتى في البرامج الرياضية اعتبر من الوجوه في التعليق والتقديم الرياضي الرجل لا يشق له غبار مع انت فهمت في البرامج الاجتماعية ممكن راست يعني اللي بعده او اخر صور عندنا عمرو خالد اي راست هاد عنده القدر على التلقين تلقين جدي بيان رصيده في ثقافته للدينية تسمح له بانه يكون لك انه يتحول الى برنامج دين اه تقريبا تقريبا حتى وما انتصوروش يخوض في بعض في بعض المسائل اللي يراها ربما تمس من من مشاعر الناس اه اما هو كشخص ممكن يكون في برنامج اجتماع اي راست صريح جدا في ايجاباتك استاذ علام اللي يقدم في او المديع اللي المفروض يقدم نوعية من البرامج زي عندي ما نقول لك اي شن المواصفات المتطلبة فيه بح المواصفات هو حسن ادارة البرنامج شما انت حسن ادارة البرنامج انت تاوي تقدم في برنامج فني ثقافي وكذا عندك ادوات تقدم به عندك فريق عندك ما عرفها بالضيف وتحسنينها ادارة البرنامج اما باية ادوات ادارة الحوار ولا ادارة البرنامج ادارة الحوار والبرك يقول ادارة البرنامج مع بعضهم شن هي الادوات الادوات المتاعك شنو الادوات المتاعك مسألة سهلة انك تكون شخصية محببة عند الناس واحد دائرة التقبل الناس تقبل تفهم فيها ثلاثة ادوات العمل الصحفي الخمسة اسألة الصحفية تجاوب عليهم في اي برنامج تلفزي من متى اين وكيف وكذا هذا مهم وانتهى الموضوع هو برنامج كبقية هذا اي مذيع لا مش اي مذيع لا مش اي مذيع عكا عطيتني اسماء قطلك مرة همش في برنامج اجتماع هم تشوف فيهم انه ما عندهمش الادوات اللي تحكي عليها لا مش لا الادوات موجودة عند الناس الكل الناس كل دارسين صحافة ونعرفوا ونديروا برامج اما انه يحبوك في نواية البرنامج هذاك هذا قبل النقاش انك قادر على الاقناع في البرنامج هذاك حطني انا في برنامج سياسي غير قادر لا لا حطني انا في برنامج سياسي غير قادر حطني في برنامج ديني في بلاسة عامر وديب غير قادر حطني في برنامج رياضي مع دراجي غير قادر انا نقوله على نفسي هذا ممكن لان المديع في نوعية برامج عندي ما نقول لك لازم تكون عندها شوية حنية لا بالأكس أنا ما عنديش حنية طيبة يبينها للضيف أنا حاد في طبعي في البرنامج وهديك شخصيتي وطلبوا مني العديد من الناس أنه تكون عندي حنية بزايد ما أنت شخصيتي على طبيعتك اشتغلت تقبلني على طبيعتك أو لا تقبلني بس هذا بما أننا نحكو على شخصيتي خلينا نشوفوا التقرير هذا اللي محضرة فريق الأعداد شون قصتك مع الخوف لا وأنا على طبيعتي معني أنت أنا سمع حس ولا ضجيج ولا الراحة حاجة غير ما أنت عادية طبيعيا خاف طبيعتي يا كيك عندك فوبيا أي فوبيا مني أنا صغير طبيعيا ذكرت تفعل يا روكي ما أنا من شنير فوبيا اللي عندك فوبيا مني أنا صغير خاف من أي حدث وإلا أي موقف غير متوقع والخوف شنو أنك في تقديرك لأي موقف في لحظة زمنية معاينة تقديرك يكون أنك ترتبك أنك تخاف فطبيعي عاجي هذا هو الخوف خوف حالة طبيعية في الإنسان ما هوش حالة مرضية يقولي حالة مرضية يقولي حالة مرضية يقولي حالة مرضية يتخاف من كل شيء أما مرة في منقعة وطوع أنا خايف أنا إيش خايف خوف نتون خاف لكن تكررت حالات الخوف عندك في أكتر من برنامج لأنهم يفتعلوها لا لأنهم يفتعلوا فيها خلاني نشوفوا شرايك التقرير هذا لجهزة فريق الأعداد يالنا نشوف دونكر نخاف ايه اختبروا ردة فعلي فخفت هما في بالهم إلا أنا ما في باليش ولكن شفناك يعني هرابت خليت لهم لستوديو مرة واحدة خليت لستوديو طبعا ايه وعلي فكرة انت شرلك هلبة المقطع هذة السوشيال ميديا ايه نحضروا احنا في الحلقة عمر ان شاء الله خير لا حولا لا 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 هاي بالشعي ها 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 هرحمبوك هاي ايه ايه انتقل الشي الهنا لا 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 في شوية ليلة هborough في شوية في شوية مصروع نذا هتحط له مفتاح trois لا احضر شي لا لا باس ماذا اسمه هو? يا قديما يتصرع عليكم هذا لا لا لباس يا عمر لا 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 اهل لطفة يقوم بشوي نقش علينا هيقوم قوم جيبوا لي ريحة يا لجاين بفرفان لا LS دكتور 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 ل Linda يا عمر خليتنفس بالحق شو بقيه؟ لا بالحق بطل لا لا شوفوه شوفوه لا يلحظ لله لا يلحظ لله لا يدخل مرة وحالي هاي لا يا عمر راي بارفان ده ينجز هاي ونجز عليها بشوية خير اما البوس وقلها شنصاير فين يزمه هاي المرة وحالي هاي عمر قوم قوم هاي قوم ماما ماما وين امام جيبولو ماما شباها ماما شباها يا استاد جايبين حد ملبوس ولا خير اسم الله العظيم فيه عندكمش كل ملبوسين هنا انت اماما ونحرفش بلكي هو شكله هاي الله الله جيبولو طبيب جيبولو طبيب انا عرف هاي خطر المقلب ما خوفني شي بالحق أمان؟ نسخيلك بالحق معناتها ماما لكي قلت ماما فقت بيك عمري عشرين سنة عتقول باما وحررت مني لكي بدين بيكي زي لأنه أول مرة يديرها يعني مدرهاش قبل والله العظيم نرعش يا شباب الله شكرا دينين المقلب الأستاذ علار عشتنا كتر منه وشاهدين أفاصل وراجعين ما تمشوش بعيد اشتركوا في القناة